نتاج هذه السياسة الاقتصادية نرجع تاني بس حضراتكم سامحونا على انفعلنا انا وامادل ان هي الحياة المسألة احنا حاسين بعمقها وحاسين بان الامور الان قد تبدو في شكل ارقام او اخبار عادية اقول لك والله اصل مصر اخدت قرد خمسة مليار واصل حياة الاسعار السلع حتى هتمشي اصل فيه النهاردة ازمة اقتصادية عالمية فيبدو الاخبار عادية احنا بنحاول في الشرع المصري وده دورنا ان احنا نوصلك الى ابعاد ما وراء هذا الخبر تحليلات الخبر اثار هذا الخبر واللي احنا ممكن بنقوله النهاردة اه ممكن تشوف انت بعدها بشهر او شهرين او سنة انما اللي كنا بنقوله حضرتك من سنة تحقق معظمه طبعا حولك اللي حاجة تحققت في هذا الوقت قلنا ان دائما وابدا الاستقرار والامان الاقتصادي واي بلد بتتمتع فيها شعوبها بالحرية بدموقراطية تدول السلطة بيؤدي الى ايه جاذب رؤوس الاموال اللي استثمرات خلاص هو ليه النهاردة معظم المستثمرين والتوكيلات العالمية بتروح دول الخليج يعني تقريبا دبي فيها كل التوكيلات العالمية والان الرياض دخلت في منافسة معها والامير محمد بن سلمان خات قرار ان اول السنة الجاية كل التوكيلات العالمية تبقى عنده في الرياض سبا قير طبيعي لان اي دولة بتبقى جاذبة لرؤوس الاموال بتنعي الشعبها دبي كلها قائمة على كده قائمة انها دولة جاذبة لكافة رؤوس الاموال والتوكيلات العالمية مصر دلوقتي المؤشر بتاعك الطبيعي خليك انت لراجل فاهم في اقتصاد زي حالتنا كده ولا فاهم في السياسة ولا ليك دعوة بما يحدث الان داخل مصر من ديكتاتورية او قمعة او نظام عسكري او ايا كان انت مواطن عادي خلينا اقولك مواطن عادي لما تشوف التوكيلات العالمية والشركات الكبرى والبنوك الكبرى بتنسحب من السوق المصري دلالة دا ايه ان البلد داخل على العمر في عاش اقتصادي ان السياسة ما شاء الله ما شاء الله الداخلية في البلد يعني منعشة وزير البترول المصري اعلن الراجل بشكل واضح انا لساسمارات الاجنبية في مصر تتراجع بنسبة 26% احنا فقدنا حضرتك الان فقدنا تريبا قرابة اتنين مليار ونص خلال سنة واحدة اتنين مليار دولار انت متخيل عن ايه يعني ايه لساسمار الاجنبي بدأ يخرج طب ما دي مصيبة دي كارثة ايضا الساسمار اجنبي بيدخل البلد شركات مصانع وعملة دولارية اهم حاجة الدولار الاخضر بالنسبة لك انت دا دا هو دا بيعمل انعاش اقتصادي فلما النهاردة تيجي البنوك وتيجي الشركات العلمات تنسحب من السوق المصري ترفل شركاتها ومصانعها طب ما هيتأثر اصلا ولادنا هيتأثر عمالنا هيتم ايضا انعكس على الاستراد وتصدير هينعكس على الحال اقتصدا كلها دا الحاصل الان يا مؤمن وانت لو شفت شوية بعد اعتراف وزير البترول تعرف ان الدنيا غمأة الدنيا داخلها لغمأة يعني بعض الشركات العالمية الكبرى شوفوا الاسماء عشان تعرف الشركات دي خلي بالك ما فيهش مجاملات الشركات العالمية بيتجاملش انظمة الشركات العالمية دي عندها حاجة اسمها دراسات جدوى دراسات الجدوى بيقول لهم على طول يا جماعة خلي بالكوا السوق دا سوق منعش ادخلوا فيه السوق دا سوق فيه خراب قادم اخلعوا منه شوف 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 قدامك ويقرأ قدامك الشركات بقالك كم سنة وانت في محطات البنزين بتقرف شركة شيل واحدة من الشركات العالمية في مجال الطاقة بيبي البريطانية ايضا هي الاخرى باعت اصولها النفطية في مصر وخلعت انا بقول لك دي شركات بريطانية كبرى الصين يا مؤمن الشركة اللي كانت جاية في عاصمة الادراج الجديدة هي الاخرى انسحلت من السوق المصري انا بقولك شوف اسماء الشركات الكبيرة اللي كلها بتخلع من مصر لما تيجي 6 بنوك كبرى و14 شركة عالمية تخلع وتنسحب من السوق المصري بعض الخبراء قالك للأسف ربنا يا رب ما يقدرش ابدا 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 ان دا ممكن ان يؤدي لافلاس اقتصاد بلد بالكامل والخبراء اكدوا ان دا نتيجة سياسات خاطئة وقرارات حكومة عشوائية فالامر اذا خطير يا جماعة دا مؤشر في مهتر الخطورة لما تيجي 5 خطوط ملاحية عالمية تنسحب ايضا من مصر انا انا مش عايز اقولك الاسماء انما الموضوع يخض الموضوع يخض وده مؤشر هام جدا مش في حاجة لمجاملات يقولك ان لا احنا داخلين على منطقة غامقة جدا وسوداوية ربنا يلطب بينا في الفترة القادمة موسيقى